بسم الله الرحمن الرحيم البرنامج أيضا تعلمنا الـ Input والـ Output تعلمنا جملة القراءة وجملة الطباعة تعلمنا NextInt للقراءة وكذلك سكانر وتعلمنا أيضا SystemOut Print للطباعة أيضا تعلمنا البيانات قلنا في عندنا دائما برنامجنا يتعامل مع بيانات دائما نقرأ قيم أو نقرأ بيانات نطبع بيانات نخزن بيانات في الذاكرة وأن البيانات هذه لها أنواع طبعا شفنا String وشفنا Int شفنا int اللي هو الرقم الصحيح بدون فاصلة وشفنا string اللي هو النص نوعين من انواع البيانات ايضا تعلمنا operator زي الجمع والطرح والقسمة والضرب وعلامة الاسناد الoperator حق الاسناد ايضا تعلمنا statements اللي هي زي assignment statement اللي هي جملة الاسناد وزي جملة الطباعة اللي هي printing statement زي نستخدم فيها system outprint printing statement وهي طبعا هي نوع من جملة بعدين ان شاء الله نشوف تفاصيلها بشكل اكبر ايضا تعلمنا الexpressions زي قلنا مثلا a زائد اربعة مثلا كexpression قلنا انه هذا expression يعطينا قيمة وراح نشوف ان شاء الله تفاصيل اكثر عن الexpressions في درس قادم المهم احنا تعلمنا كل الادوات هذه الان هذا هو الدرس ان شاء الله راح نشوف في اول برنامج له فائدة نحل فيه مشكلة معينة باستخدام الادوات اللي تعلمناها هذه خلنشوف البرنامج اللي عندنا البرنامج هو كالتالي جاءك سؤال قالك اكتب برنامج يقرأ طول مستطيل وعرضه ثم يحسب المساحة هذا بكل اختصار هو السؤال المطلوب او البرنامج المطلوب منك زي برنامج يقرأ طول مستطيل وعرضه ثم يحسب المساحة طبعا انت لو تسوي هذا بنفسك سهلة جدا لكن الان نبي سوي برنامج على القل له فائدة زي المستخدمين كل الاشياء اللي تعلمناها قبل اللي شفناها تو طيب اول شي قلنا حنا دائما اذا تذكر قلنا البرنامج دائما اول ما نبدأ نبدأ بتصميم الخوارزمية حقة البرنامج هذا هو اول شي نسويه في البرنامج طيب خلنشوف كيف اننا نصمم الخوارزمية طبعا تصميم الخوارزمية زي ما تشوف الآن رح يفيدنا كثير في كتابة البرنامج انت في كثير من برنامجين لو اول ما يبدأ يبقى يروحي على طول يروحي الكمبيوتر يبغي يكتب البرنامج انا انصحك ما تكتبون اول اول على ورق اول تكتب على ورق عشان تفهم البرنامج بالضبط بشكل واضح وصريح اول شي تسويه وهذه بالمناسبة هذي هندسة برمجيات هذي صفتوينجينيينك والصفتوينجينيينك يستخدمون الشي هذا ولكن بشكل طبعا اعقد بكثير والبرامج الضخمة طيب اول شي تسويه تخيل لو برنامجك هذا يشتغل خلنا نسميه هنا نسميه sample dialog زي الخطوة الولى sample dialog sample dialog مضبوط او محادثة كده تخيل يعني محادثة ممكن تصير تتخيل انت محادثة ممكن تصير بين برنامجك وبين المستخدم وش رح يسوي برنامجك لا تستخدم اللغة العربية لا تستخدم اللغة الإنجليزية طيب وش رح يسوي برنامجك رح يقول برنامجك الشي التالي ادخل طول المستطيل صح الله هذا اللي رح يسويه برنامجك زين هذا الشي الأول اللي رح يسويه برنامجك رح يطبع الكلمة هذه طبع رح يطبعها بالانجليزي ويمكن يحط نقطتين هنا بعد كده يجي المستخدم ويدخل قيمة لطول المستطيل مضبوط طبعا أنت الآن في السؤال ما قالك شيء قالك برنامج يحصل طول المستطيل وعرضه يعطيك المساحة فقط السؤال الآن هل طول المستطيل يكون عدد صحيح بدون فاصلة ولا يكون طبعا ما يمكن يكون سالب هذا أول شيء زين ما فيه مستطيل طوله بالسالب دين مستطيل بالموجب لكن هل فيه فاصلة ولا بدون فاصلة هذا سؤال مهم جدا زين السؤال مو بواضح وهذه مشكلة دائما في البرامج إذا جدك يسمونه problem statement زين أو requirement متطلبات البرنامج إذا ما تجي أنت بتروح بالشركة مثلا بتروح للناس بتسوي لهم برنامج ما يكون واضح في البداية أو شيء المطلوب زين فنفس الشيء السؤال ما كان واضح 100% على الرغم أنه سؤال سهل جدا بالحال هذه شو تسوي أنا راح أفترض أنه ممكن يكون عدد بفاصلة ممكن أن تحلو عدد صحيح لكن أنا راح أفترض ليش لين أبغى أعلمك شي جديد أبغى أعلمك نوع بيانات جديد وهو الأرقام اللي فيها فاصلة كنا عنا دول الوقت نستخدم integers اللي هي الأرقام الصحيحة زين اللي بدون فاصلة هالمرة هذه نبغى نستخدم ما يسمى بالdouble وخلي أكتب لك الكلمة على جنب هنا نبغى نستخدم ما يسمى بالdouble زين اللي هي الأرقام فاصلة مضبوط طبعا راح يكون إن شاء الله عندنا درس بالتفصيل حول أنواع البيانات المختلفة لكن خلنا نتعلم شوي شوي بعدين نجي بالدرس هذاك ونتعلم كل أنواع البيانات مرة واحدة مضبوط طيب فإذن حنا قبل شفنا الـ int أنا ما أبغى الـ int أبغى الدبل زين أبغى رقم فاصلة فإذن راح أفترض أنه ممكن مستخدم يدخل رقم فاصلة شفت فائدة الآن السامبل ديالوج هذي لما تخيلت كان برنامجك يشتغل بديت تفكر بأشياء مهمة أشياء كثيرة جدا فيه ممكن يسويها برنامجك إذن ممكن يجيك يقولك والله طول المستطيل هو مثلا ستة ومثلا فاصلة سبعة مثلا ستة سانتي وسبعة ملي مثلا شيء زي كده أي شيء زين طيب برنامجك بعد كده وش بيسوي رح يقول برنامجك يقولك أدخل عرض المستطيل رحل الله طيب وش رح تقول رح تقول أنت مثلا عرض المستطيل والله هي عشرة خلنا حط عشرة عشان يسهلنا عملية الضرب مضبوط بعد كده برنامجك رح يقول يقولك مساحة المستطيل تساوي وعشرة في ستة فاصلة سبعة رح تعطينا سبعة وستين مضبوط سبعة وستين سؤال هل البرنامج هل السؤال علمك أنه مساحة المستطيل تساوي الطول في العرض مرة ثانية لا في شيئ كثيرة لما تجي أن تسوي برنامج تكون غامضة لك لا يجب أن تتعلمها وطبعا البرمج ألاحظ أنه لما كمبرمج فيما بعد تكون مبرمج محترف رح تتحل مشاكل كثيرة في مختلف أنواع العلوم والش يسموه في مختلف الأصناف العلوم والممكن تحل برامج فيه مهندسة كهربائية ممكن تحل برامج المستشفيات ممكن تحل برامج يعني مختلف أنواع ما ما تتصوره في ذلك يعني لا تظن أنه كل شيء لابد أنك تعرفه حتى تسوي برنامج لا في بعض الأحيان القوانين والأشياء التي تتاجه في البرنامج ما تكون تعرفها إلا بعد ما أنك تحاول أنك تسوي البرنامج وتسأل المختصين هنا حنا طبعا جميعا نعرف أن مساحة المستطيل هي تساوي الطول في العرض مزين؟ إذن خلصنا من السامبل ديالوج الآن بكل بساطة قدرنا نعرف من السامبل ديالوج شي قدرنا نسوي شو اسمه؟ قدرنا نعرف أنه والله البيانات عندنا رح تكون دبل مزين؟ الأرقام قدرنا نعرف أنه والله المساحة رح تكون الطول في العرض مضبوض أو نتذكر القانون هذا كنا نسيين وتخيل أنك بديت تكتب برنامج وانت ناسي الأشياء هذه رح تتلخبط لكن هنا الآن صار ترتبت بعض الأفكار ببالك قبل ما أنك تبدأ بكتابة البرنامج طبعا في من الأشياء المهمة هنا اللي رح نستفيدها أثناء لما تيجي بالمرحلة هذه أنك تعرف المتغيرات اللي عندك زينا حنا قلنا الـ variables الآن كيف تستخدم الـ variables في البرنامج هذا أدخل طول المستطيل إذن عندي variable اسمه length مضبوط والـ variable هذا زي ما قلنا من نوع double فإذن بدل ما نكتب int نكتب double زينا فإذن عندي double length هذا الـ variable الأول عرض المستطيل width مضبوط double width وأخيرا مساحة المستطيل اللي هي area فاضح رح تكون double برضه area اللي هي المساحة فإذن لاحظ أننا استفدنا من الأشياء اللي استفدناها في sample dialog وأننا قدرنا نعرف على الأقل بعض المتغيرات مو بضرورة كل المتغيرات اللي نحتاجها لكن على الأقل بعض المتغيرات ومتغيرات رئيسية ومهمة جدا مرة أخرى نلاحظ أني استخدمت أسماء طويلة للمتغيرات length width وarea ولما استخدم أسماء صغير زي ما قلت لك حتى برنامج يكون مرتب وسهل قراءته length معناها طول width معناها عرض وarea معناها المساحة زينا؟ خلصنا من الخطوة الأولى ونشوف شاء الله في الفيديو القادم الخطوة الثانية لكتابة البرنامج هذا المطلوب مننا